بسم الله الرحمن الرحيم موعدنا اليوم مع كابسولة قانونية أخرى عن الإعلام الشارعي كيفية تحرير إعلام شارع الإعلام الشارعي ده يحرم عن المتوفي عشان يحدد ورصاته الشارعي طب بنعمله إزاي بنجيب شهادة الوفاة بتاع المتوفي إلى رحمة مولاه وبنعمل طلب في محكمة الأحوال الشخصية بنعمل طلب لاستخراج الإعلام الشارعي الطلب ده بيتضمن الآن اسم المتوفي وتاريخ الوفاة حسب شهادة الوفاة وأسماء الورصة على الطبيعة زوجته إذا كانت موجودة والدته إذا كانت موجودة والده إذا كان موجود وأبناءه بنين وبنات بنكتبهم في الطلب وبيقدم الطلب واحد من الورصة يقدم الطلب ويرفق به شهادة الوفاة وبيرفق به إعلان للورصة كل ده ملفه واحد بيتقدم بيتقدر عليه المرصريف بتدفعه في خزينة المحكمة وبترجع تقدمه برضو لجدوة للأسرة تاني عشان يحدد موعد لنظر الإعلام الشارعي أمام المحكمة جلسة محكمة وفي إعلان بيتعمل للورصة يأما بيعلن عن طريق ألم كتاب المحكمة بتاع الأسرة يأما بتسلمه أنت وتعلنه بنفسك عن طريق بتسلمه محكمة الأسرة تنفزه لك وتعلنه لو أنت سلمته بنفسك يبقى بتسلمه تاني بعد بيعلن عشان تقدمه في الجلسة لو أنت ألم الكتاب اللي سلمه هو نفسه اللي بيرفقه تاني في الملف والملف رايح قدام القاضي يوم الجلسة طيب إحنا رفعنا للإعلام الشارع والجلسة جاي بقى نعمل إيه وإنت رايح الجلسة تاخد اتنين شهود في إيدك اتنين شهود رجالة تاخدهم في إيدك ويكونوا عارفين الأسرة المتوفي كويس عارفين اسم والدته وعارفين اسم والده وعارفين أسماء أبنائه وذكور وإناز وعارفين كل شيء عنهم عشان حيروحوا يحلفوا اليمين ويقر بأسماء الورصة المتوفي فلان الفلانة يمضوا في المحكمة على شهادتهم بأسماء المتوفي فلان فلان طب ده في جزئية مهمة وحليبقى لينا حلقة عنها تاني إيه هي نفرض إن المتوفي ده كان عنده أبناء قصر ده قضية تاني يبقى لو في أبناء قصر يبقى لازم يعمل قرار روصية الأول أو قرار ولاية حسب الأحوال يعني القرار روصية أو الولاية حيبقى مستند في الإعلام الشارعي قدام المحكمة يبقى قرار روصية أو الولاية لو في قصر يبقى إجراء حيسبق الإعلام الشارعي مش بعده إجراء قبله لأنك هجيب صورة رسمية منه وتقدمه للمحكمة ولو في قصر حيبقى زي ما نشرح فيها كده حيبقى قرار روصية أو الولاية يخص كل شيء في حياتهم تمام بعد كده بعد أن خلصنا الإعلام الشارعي بيدي يروح لألم الكتاب تاني بيروح في حاجة اسمها مضبطة يحرر فيها الإعلام الشارعي ويتراجع وبعد كده بتقدم أنت طلب لاستخرار عدة صور رسمية من الإعلام الشارعي من الصورة واحدة عدة صور ليه؟ لأن كل حاجة في حياتك مرتبطة بالمتوفي لرحمة مولاه لابد من تقديم الإعلام الشارعي سواء كان المعاش سواء كان فيه ترك طريقته وانتقالها إلى الورصة في أي شيء يخص المتوفي أو ما ترك المتوفي ماديا أو معنويا أو أدبيا لابد من وجود صورة رسمية للإعلام الشارعي عشان كده بقول لك هات عدة ولا يكون عاشها الصور هي أولا مصارفها بسيطة وش مستهلة أنك تتردد أكتر من مرة عشان تستطلع للإعلام الشارعي طلع مرة واحدة عشر صور خمس صور على قد بتقدر طلع لأن كل ما تروح أي مصاحة حكمية تعمل أي إجراء عن المتوفي أو حاجة باسم المتوفي إن شاء الله يكون نقل عدات قهربة أو إن شاء الله يكون تغيير تليفون حيقول لك هات الإعلام الشارعي رخصة عربية حيقول لك هات الإعلام الشارعي والورص أي حاجة كانت باسم المتوفي عشان تعدلها باسم الورصة أو باسم أي حد تاني لازم الإعلام الشارعي طلع نسخ كفاية عشان مرجعش تردد على المحكمة وقد لا تستطيع استخراج هذه النسخ مرة أخرى أو انتقلت الدفاتر أو اندشت الدفاتر احتفظ بنسخ موجودة عندك في البيت مش هتفرق معك حاجة لأن مصرف الإعلام الشارعي روش ما هيش حاجة غالية طلع لك عشر نسخ خليه في البيت استعمل وقت ما انت عايز واللي يفضل يفضل تحتفظ به للضرورة اللي انت أتعملها كده نكون استوفينا الإعلام الشارعي وإن شاء الله هيبقى لنا حلقة عن قرار الوصاية أو الولاية عشان قرار الوصاية أو الولاية هي مستند في الإعلام الشارعي في حالة وجود قصر في ورسة المتوفي تحياتي إليكم وإلى اللقاء في كابسولة أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته